بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صفة الوضوء الآن إذا كان نام بالليل واستيقظ لصلاة الفجر لا يستطيع إدخال اليدين في الإناء حرام عليه يدخل اليدين في الإناء لا يجوز لا يجوز دجسر الآن سيئر يمكنك إقتصاد الأخماء والغامر für الإناء بجوز نعم يوقد عشر هكذا يمكنك إقتصاد الأخماء للإناء لا يجوز يمكنك الإقتصاد الأخماء والغامر عندما إقتصاد الأخماء والغامر هذا مثل اليدين في الإناء مفهوم إذا إذا استيقظ من نوم الليل لصلاة الفجر مثلا ماذا يصنع حرام علي أدخل إدافلين لابد يسمي بسم الله يأخذ ويقصر كبين ثلاث مرات يقول بسم الله ثلاث مرات ثم الآن لا يسرف في الماء يعني ماء قليل استعمل في الماء نعم يقول بسم الله ثلاث مرات أو مرات أو مرتين ثلاث مرات أو مرتين نعم يأخذ حفن من ما بيدي اليوم ثلاث مرات أو مرات أو مرتين ثلاث مرات أو مرات أو ملك مرة أو مرتين أو ثلاث مرات نعم ثم بعد هذا يقصل الوجه من منبس الشعر المعتاد إلى أسفل الدقن هذا الطول ومن شحمة الأذن أشحمة الأذن عرضة نعم يقصل الوجه نعم ثم يقصل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المفقين لابد هنا يقصل كفين كامل مع اليد إلى هنا هذا كامل نعم ثم يقصل الوجه من أطراف الأصابع 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 ثم يعود مرة أخرى ثم يدخل سباحتي في صماخي وذنين ويمسح بالإفهام ظاهرهما نعم ثم يقصل الوجه من أطراف الأصابع والظاهر الإفهام لخارج الأذن نعم ثم يقصل الوجه من أطراف الأصابع نعم مرة واحدة فقط ثم يقصل الوجه من أطراف الأصابع 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 يجب أن يجب أن يستوعب الزفع تتوضعت وضو كامل ثم لبست الجوربين لبست ماذا تصنع اذا اردت ان تتوضى بعد هذا يعني ذهبت الى دورة المياب ثم توضعت تأتي فقط تمسح الجوربين نعم ماذا تصنع اذا اردت ان تتوضى بعد هذا ان تصنع الآن اذا ايضا ان تتوضع ثم تسح المياب بعد هذا ايضا ثم تسح ان تلضمة تسح الى دورة المياب يجعل ان تتوضع نعم لا يجعل ان تأتي بذورة النوم اذا ثم تسح الى دورة المياب أم منكم السرعة في سريد شرح أنها تحجب حتى يوم عاماً لسهارة لكنك فرصح عاماً لمدة ما يوماً الجرح كما أنك السواء فإنك لا تشجب لسهارة يمكنك أن تغطيت عاماً لسهارة في أطول العام فإذا تجد تحجب عاماً بالدرجة من أطول السرعة أكبر الأطول المالك في سرعة واحدة في أدول السرعة والله أعلا